بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمة تنتمنى الأحباب وصفات مغربية يكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة تنشكر المتابعين لقدام الجداد إن شاء الله قبل ما بدأوا خلوا لايك على الدعم وفعلوا الجرس وتابونوا اللي بغي يدخل القناة الشافية المغربية الأولى يدخل مرحبا به ألف مرحبا قناة كلها متنوعة وكلها فيها الوصفات اللي غادي تبغيوا بإذن الله وصفات رائعين اللي غادي ينفعوكم في حياتكم إذن هذا كدعم القناة الأولى والثانية بلدخلوا مرحبا اليوم غادي نعطيه واحد صغر بني إن شاء الله بحول الله وقوته وصفة طمر لتعجيل الزواج إن شاء الله بحول الله وقوته بحول الله وقوته غادي ناخد واحد كيلو طمر على أساس أنني بغيت نتزوج وبغيت ناخد واحد طاقة ربانية بالطمر لأن الطمر علاجي وتي يطهر يطهر الهالة ديالك من السحر والعين والحسد طمر يكون عاجبك انتي والطمر اللي تتبغي التاكل باش أنك الوقت اللي تكون التاكل أنك تعجبك هذا الطمر إذن حبابي الطمر اللي أخذته وناخده يكون عاجبني لأن الحاجة اللي تكون عاجبك هتأكلها بتمعون ولكن القراءة اللي غنقرع لها هي اللي غتعوني على تعجيل الزواج ولكن كون على طهرة يمتى غنندير هاد الصيغة الربانية ويمتى غنندير هاد البشرة اللي غادي تعطيني بشائر ديالخير بشائر ديالخير هما اللي غادي تحطيني وغادي تيقني بالله أولا وغادي إن شاء الله تكون على يقين أن الله سبحانه وتعالى غادي يعطيك السؤل ديالك ولكن خاصني ناخد كيلو طمر كيلو ديال طمر غادي ناخد واحد شيء قليل من حبة البركة حبة البركة غادي ناخدها على أساس أنني بغيت نوضعها في هذا التمر ولكن غادي ناخدها بنية أنني بغيت نتعالج إلا كان عندي مص كان عندي حسد كان عندي توابع من الأعراض اللي عندي دخلوا لي دخلوا لي بطريق الحسد والعين والتوابع من عولية الزواج من عولية الرزق من عولية من عولية أي حاجة جميلة في حياتي عيت من دير في الوصفات ولكن الوصفات كانوا إما ضروني رائحة ضراتني عندي حساسية أو ما عنديش فين بخر أو ما عنديش فين نكون نبخر إذا غادي نعطيكم هذه الصيغة الربانية على أساس أنك بغيتي أنك تكوني إيجابية وتكوني إن شاء الله ترضي جميع العوارد إذن أنا بغيت انطرد جميع العوارد ونكوني إيجابية ونطهر الهالة ديالي من الأسحار أو العين أو التوابع البنت إذا كانت جميلة تتكون عندها حسد أو عين توقف لها الحال من كل الأمور أو عندها السحر مخطأ أو السحر مقابر أو السحر الصور أو السحر التحقير السحر التحقير هو لثعتك واحد طاقة ما عندك شقة في النفس ما عندك ما تستأمن بالقدورات ديالك هذا هو السحر التحقير أو السحر توقف الحال إذن سأخذ كيلو الطمر على أساس أنني سأنتهر البدن ديالي مع الثانوج الثانوج سأحل كل طمرة كل يوم سأحل طمرة ونكون منقية الثانوج هنحط فيه سبع حبات ديال السانوج غدين نجمع هدوك النوا غدين نجمع حتى نكمل هالطمر ونبعد غدين نوريكم أشنو غدين ديروا به إن شاء الله أول كل صباح إذن كل صباح غدين ناخد إما طمرة وحدة إما ثلاثة إما خمسة إما سبعة على حسب القدرات الأكل ديالك في الطمر نفضل أنا ناخد ثلاث طمرات على الصبح أول حاجة بعد ما غدين نحل الطمر غدين إن شاء الله بحول الله غدين نحط فيها سبع حبات إذا كليت ثلاث طمرات كل وحدة غدين نوضع فيها سبع حبات ديال السانوج أو حبة البركة كل وحدة غدين قرأ سورة الفاتحة ثلاث مرات وغدين قرأ إن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى سبع مرات غدين قرأ إن فتحنا لك فتحا مبينا غدين قرأها سبع مرات وغدين نحل هذو الطمرات ومع وضع السانوج كل طمرة غدين قرأ لها نسل قراءة أو نقرأ عليهم مجموعين محلولين مع السانوج نتيف الاختيار قد ما قريتي قد ما ربيتي يسرك الأمور إن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى صورة آية من صورة الفتح إن فتحنا لك فتحا مبينا نقرأها تهي عدد سبع مرات والفاتحة تهي نقرأها سبع مرات على نية طرد العوارد غدين قرأ سبع مرات آية الإبطال ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله سبع مرات ونقول يا ربي تبطل علي جميع العوارد ونقول بسم الله أن ناخد كأس الماء بنية تطهير البدن من جميع الأسحار هنقرأ مرة واحدة الفاتحة ونقرأ مرة واحدة ما جئتم به السحر إن الله سيبطله وغادي ناكل هذك الطمرات ونشرب هذك الماء غادي ندوم على هذ الوصفة حتى نكمل الطمر ديالي كيلو الطمر نكمله ما عرفش إمتى غادي نكمله ولكن غادي نجمع النوا دياله كامل هذك النوا ديال الطمر من غادي نجمعه غادي نخليه نشف الضل غادي نوضع معه السنوج غادي نوضع معه السنوج ونخليه تحت إما نحط عليه البرتابل وإما نحطه تحت التلفاز يقرأ عليه الشيخ أو أنني نقرأ عليه أنا بالضبط نقرأ عليه صورتها كاملة غادي نقسم هذك النوا ثلاث مرات ثلاث مرات غادي نقسم هذك النوا كل يوم إما قد ناخد يوم الجمعة يوم السبت يوم الحد وإما ناخد يوم الأربعة الخميس الجمعة وإما ناخد الخميس الجمعة السبت نتيب الاختيار على حسب خصوصية ديالك ولكن هذا النوا إمتى غادي نتبخر به عندك أي وقت غادي تبخر به ما عندوش وقت على حسب الدرب اللي نتيب تقدري تبخر به من مور العشاء أو مع المغرب أو مع العصر نتيب الاختيار سنوج يطرد شياطين توقف الحال يطرد السحر يطرد نواحس مع صورتها مع القراءة مع دعمك مع الدعاء اللهم طهرني من جميع العوارد ضروري تدير الدعاء ديالك باختيارك أي دعاء بغيتي انتيا إذن أحبابي هذه الوصفة من أخطر الوصفات أول مرة تتحط في اليوتيوب غادي ندروها ونتوكلوا على الله حطيتها على قبلكم حطيتها على شانكم حطيتها باش تزيدوا القدام إن شاء الله لأنني تنبغيكم وتنبغي الخير البنياتي توكلوا على الله وذكروا الله تسبحوا تغفروا صليوا قرأوا القرآن صوموا هذو هما البوادر الأولى في طرد النواحس اللي عندكم ديت الزواج إن كان عارض دخل على طريق المرآة أو عارض دخل على طريق الدوش أو عارض دخل على طريق العين أو الحسد لابد يزول بإذن الله الواحد القهار بنية طرد هو القرآن الكريم والدعاء والاستغفار والأذكار لأن إلا ما درتيش هذا ما تنجح معك حتى وصفة إذن الدكر الحكيم هو الأساس في وصفاتي إذن الدكر الحكيم هو رجاء تترجي الله به وتتقومي بعد أيام لتقومي تولوط الليل باش النار بيسخر لك أي حاجة بغيتها أي حاجة يعطيها لك لأن الصلاة على الحبيب والأذكار وأي حاجة في الدكر غيرت يعطيك وحتى طاقة إيجابية إذن حبابي هذا الوصفة تمنى أنها تعجبكم خرجوا الصدقة كل يوم على نية الزواج حتى تكملوها الطمر ولو ديرها مواحد تنتمنى أنكم تديروها بيقين لأن الصدقة تتحيد البلاء والباس تتحيد الحاجة الخيبة من طريقك وتتسخر لك ملائكة الرحمن وربي سيردع لك وتيضاعف لك هذه الصدقة وتيعطيك السؤول لك بالصدقة إذن تنتمنى أنكم تديروها وانتم ما متفائلين تأكلوا لك الطمرات إذا كان عندك سحر معقول عندك سحر أي سحر غيربي يسخر وان شاء الله هيكون عندك زواج قريب بإذن الله إذن حبابي ما بقى لي ما نقول لكم إلا خلوا لايك دعموا القناة فعلوا الجرس تابنوا بحول